فقراتنا نتحدث فيها عن تخريج الدفعة الأولى من طلبة البكالوريوس بالجامعة السعودية الكترونية فيرعى صاحب سمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بسا اليوم حفلة تخريج الدفعة الأولى من طلبة البكالوريوس بالجامعة السعودية الكترونية والدفعة الثانية من طلبة الماجستير في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة وللحديث أكثر عن هذا الموضوع سعدنا أن يكون معنا ضيف بالاستديو والبروفيسور عبدالله النجار وكيل الجامعة لشؤون التعليمية بالجامعة السعودية الإلكترونية. مرحبا فيك بداية صباح الخير. حياة الله صباحك. بداية أود أن أتعرف المشاهدين عن الجامعة السعودية الإلكترونية والفرق بينها ومن التعليم عن بود. في البداية أود أن أشكر التلفزيون السعودي ممثل في القناة السعودية الأولى على تحت هذه القرصة للجامعة السعودية الإلكترونية أن تتواجد مع أبناء المجتمع السعودي كذلك يصرني في هذه المناسبة أن أرفع أسمع آيات التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين على إعلان رؤية المملكة 2030 والتي إن شاء الله سيكون لها صدى قريب وتأثير إيجابي كبير جدا على مجتمعنا الحبيب بالنسبة لسؤالكم عن الفرق بين التعليم في الجامعة السعودية الإلكترونية والتعليم عن بعد الجامعة السعودية الإلكترونية تنتهج أسلوب جديد في العملية التعليمية في البداية هي جامعة سعودية حكومية تحت مضلة وزارة التعليم العالي تم إنشاءها في عام 1432 بدأت من ذلك الحين في قبول الطلبة من تلك السنة ولله الحمد والمنى هذه السنة هي تقريج أول دفعة من دفعات هذه الجامعة الفتية التعليم في الجامعة السعودية الإلكترونية ينتهج ما يسمى بالتعليم المدمج التعليم المدمج هو تعليم يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني ويستفيد من الوقت ويستفيد من المكان ويركز بشكل كبير على تنمية أو الاستثمار في المحتوى وليس الاستثمار في المباني وغيرها من الأمور التي قد تسبب تكلفة إضافية على العملية التعليمية فبالتالي الطالب عندنا في الجامعة السعودية الإلكترونية يحضر يوم واحد في الأسبوع حضور مباشر في القاعة الدراسية يتواصل مع الأستاذ يحاول أن يستشرف من خلال تواجده مع الأستاذ الصعوبات التي مرت به من خلال اللي هو اطلاع على المحتوى الأكاديمي المطور والموجود على اللي هو وسائل الاتصال الحديثة اللي هي الانترنت وعلى اللي هي المنصة التعليمية التي تستخدمها الجامعة السعودية الإلكترونية وهي نظام البلاكبورد فهو يختلف بالكامل عنه اللي هو التعليم عن البعد اللي يكون تدريس أونلاين بشكل كامل ويكون فيه عملية التواصل بين الأستاذ والطالب معدومة بالكامل هنا الألية تعتمد على الدمج بين الحضور مباشر وبين أيضا الدراسة عن البعد بالنسبة لهذا النوع الجديد اللي يطبق فيه أكثر تطورا جامعات العالم تطورا وللكم أيضا علاقات وشراكات معها مثل الجامعة السعودية الإلكترونية في جامعات عالمية في مناك جامعات أجنبية موجودة وفي شراكات للاستفادة منها أيضا من الخبرات التدريسية فيها حدثنا شوي عن هذا الجانب وماذا توفر أيضا للطالب السعودي ليتمكن من الاستفادة في الجامعة السعودية الإلكترونية نعم الجامعة السعودية الإلكترونية حرصت كل الحرص على الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال الآن الأدبيات على مستوى التعليم العالي تنص على أن كثير من الجامعات على مستوى العالم قرابة من 35 إلى 50% خلال العشر سنوات القادمة سيتحولون إلى ما يسمى بالتعليم المدمج أو استخدام التقنية في العملية التعليمية استخدامها بشكل كبير والتخلص تدريجيا من المباني التي تكون فيها نوع من اللي هو التكلفة في الصيانة التكلفة في عملية المتابعة عملية النظافة وغيرها من هذه الأمور كل هذه الأمور ستتقلص ويتم التركيز على ما ذكرناه المحتوى التعليمي المتميز الذي يستطيع الطالب من خلاله الوصول إلى المعلومة بالشكل الصحيح وبالشكل الدقيق الجامعة السعودية الإلكترونية لديها شراكات متميزة مع جامعات أمريكية ومع جامعات في نيوزلندا الجامعات الأمريكية التي تشراك معنا مضطرين نقاطعك للأسف سننتقل لغرفة الأخبار وآخر الأخبار وأهمها إلى هناك حياكم الله ومشاهدين الكرام بداية ساعتنا الثانية من صباح السعودية نسعد لكل من نضم إلينا للمتابعة والإبادة معنا أكيد صباح حياكم الله وكل شكر ليزمينا ساعدة شبلان من غرفة الأخبار على طبعا قراءة موجهز الأخبار وخلينا نرجع مرة ثانية للقاءنا ورح أعيد الترحيب وأيضا طيفنا البروفيسور عبدالله عمر النجار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بالجامعة السعودية الإلكترونية لنستكمل حوارنا معه مرة ثانية أصعد الله صباحك دكتر الله يصبحكم بالخير إن شاء الله كنا قبل أن ننطلق إلى موجهز الأخبار نتحدث عن العلاقات والشراكات بين الجامعة السعودية الإلكترونية والجامعات الأجنبية وأيضا جلب عدد كبير من البرامج الجديدة التي تتسيح الفرصة للطالبة السعودي بأنه يستفيد من هذه الجامعات وهذه المواد الجديدة والبرامج التي تطرح باستمرار حدثنا أكثر عن هذه النقطة الجامعة السعودية الإلكترونية حرصت كل الحرص على الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا الإطار وليس البدء من نقطة الصفر حتى يكون هناك نوع من استمرار الذي هو المعرفة في هذا الجانب واستمرار لعملية لعجلة التعلم والتعليم فلجأت إلى بعض الجامعات الأمريكية مثل جامعة ولاية كولورادو الحكومية وكذلك جامعة فلوريدا معهد فلوريدا للتقنية وكذلك جامعة فرانكلين هذه الجامعات في أمريكا وجامعة أوهايو كذلك في أمريكا إضافة إلى جامعة أوكلاند في نيوزلند الهدف الأساسي من الاستفادة من هذه الجامعات هو الاطلاع على ما وصلوا إليه آخر ما وصلوا إليه وكذلك الشراكة معهم في العملية التعليمية في التدريس وكذلك في تطوير المحتوى ولله الحمد منه نجحت الجامعة في هذا الموضوع ولذلك استطاعت أن تبدأ من السنة التي صدر فيها قرار الإنشاء فإحنا أنشأت الجامعة أو صدرت قرار إنشاء الجامعة في عام 1432 وفي بداية عام 1433 بدأت الجامعة في قبول أول دفعة من دفعات الطلبة وكانت منتشرة في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ولله الحمد والمنى واليوم إن شاء الله نحتفل بتخريج أول دفعة منهم جميل حدثنا يا دكتور عن مخرجات التعليم في هذه الجامعة التخصصات الموجودة أنا قرأت عن الجامعة اللغة الإنجليزية مطلوبة شرط أساسي للانضمام لهذه الجامعة أبرز التخصصات وأيضا حدثنا عن الرسوم المحددة لانضمام لهذه الجامعة الجامعة السعودية الإلكترونية تقدم برامج من خلال أربع كليات كلية إدارة الأعمال وكلية الحوسبة والمعلوماتية وكلية العلوم الصحية وكلية العلوم والدراسات النظرية إدارة الأعمال فيها أربع برامج تقدمها برنامج التجارة الإلكترونية وبرنامج المحاسبة وبرنامج المالية وبرنامج الإدارة هذه أربع برامج تقدمها كلية إدارة الأعمال الآن شقّل ثلاث برامج منها مع عدل مالية لم يتم القبول عليه سيتم القبول عليه إن شاء الله في الفصول القادمة بمشيئة الرحمن كلية الحوسبة والمعلوماتية هناك برنامج تقنية المعلومات الآن فاعل ومقبول عليه طلبة وهناك برنامج إن شاء الله آخر سيكون متاح للطلبة في القريب العاجل وهو برنامج علوم الحاسب إن شاء الله كذلك كلية العلوم الصحية هناك برنامجين فيها برنامج المعلوماتية الصحية واليوم نحتفل بتخريج أول دفع من هذا البرنامج وبرنامج الصحة العامة سيبدأ بمشيئة الرحمن الفصل القادم القبول فيه للطلباء والطالبات إن شاء الله كلية العلوم والدراسات النظرية هناك فيه ثلاث برامج برنامج القانون وبرنامج الإعلام الإلكتروني وبرنامج اللغة الإنجليزية التخصصية برنامج هذه الكلية تقدم البرامج تبعها باللغة العربية أما الثلاث كليات تقدم برامج تبعها باللغة الإنجليزية الهدف الأساسي من وجود كلية العلوم والدراسات النظرية هي إتاحة الفرصة لبعض الطلباء الذين لا يتكنون اللغة الإنجليزية بمهارة أن يحصلوا على الدرجات العلمية ويتمكنوا من خدمة هذا البلد برنامج اللي هو عندنا المتميز في هذه الكلية نرى أن كلها تصب في احتياجات سوق العمل اللي هو القانون وأخذنا فيه كل اللي هي المحاكم والتطور الذي مر على اللي هو النظام القضائي في المملكة واستطعنا أن ندني الخطة بما يخدم هذه التفريعات الموجودة في النظام القضائي في المملكة فبالتالي الخريج سيتاح لها الفرصة أن يخدم هذه القطاعات جميعا بمشيئة الرحمن وهذا يحاكي رؤية المملكة في عشرين ثلاثين بمعنى إتاحة الفرصة للشباب السعودي وتوطين الوظائف بمشيئة الله والمحاولة إلى سد اللي هو الاحتياج سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام ونحن نهدف ونركز بشكل كبير على القطاع الخاص بشكل جدي النقطة الثانية برنامج اللغة الإنجليزية التخصصية طرحنا اللغة الإنجليزية بطريقة مختلفة عن ما هو موجود في الجامعات السعودية بمعنى أن نريد أن نعرف في أي قطاع تريد أن تعمل ونخرجك بتخصص لغة الإنجليزية يخدم هذا القطاع بمعنى أنك تعمل في الإعلام نخرجك لغة الإنجليزية تركز على الجانب الإعلامي أنت تخدم في القطاع القضائي نخرجك بلغة الإنجليزية تخدم في القطاع القضائي وهكذا فبالتالي في مثل هذا الاستخدام أول الذي هو الطرح له هذا البرنامج وهذا النوع من التخصص سيتيح الفرصة للشباب السعودي بأنه يخدم في القطاعات المختلفة ويجد وظيفة بسهولة أيضا ويجد وظيفة بسهولة كذلك بالنسبة لبرنامج الجديد اللي نحن طارحينا اللي هو برنامج الإعلام الإلكتروني بيكون من البرامج المتميزة التي تخدم اللي هو هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج بالفعل إلى اللي هو ضخ أعداد كبيرة من الشباب السعودي فيه خدمة لهذا القطاع وتغطية الاحتياجات جميل بالنسبة لكل هذه البرامج وكل هذه تخصوات التي تتيح الفرصة للشباب أن يطوروا من مهاراتهم ويحصلوا على الشهادات العلمية والي اليوم تحتفون بالجامعة بتخريج عدد منهم سواء درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير حدثنا شوية عن التخريج اليوم وخلينا من بداية الصباح نبارك للخريجين ونقول لهم بإذن الله أنها بداية إن شاء الله لأنهم يكونوا فعلا يضافوا إلى السواعد الوطنية التي تخدم الوطن حدثنا شوية عن التخريج في البداية يسعدني أن أهني أبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات لحصولهم على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في التخصصات التي بدلوا جهدا كبيرا للحصول عليها كذلك أهني البلد بهذه الكوكبة المتميزة التي نراهن عليها بمشيئة الله أن تكون عونا للتحقيق التي هي رؤية المملكة بمشيئة الرحمن في 2030 وزملائهم الآخرين من الجامعات ومن القطاعات المختلفة في البلد عندنا عدد الخريجين التي يتخرجون اليوم إن شاء الله مساء اليوم قرابة 396 طالب وطالبة منهم قرابة 300 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس و100 طالب وطالبة في مرحلة الماجستير سيكونون من أربع مناطق من المملكة من المنطقة الشرقية بالدمام والرياض من منطقة الرياض وكذلك من جدة والمدينة المنورة التخصصات التي يحملونها في هذه الدفعة التي تخصص التجارة الإلكترونية والمحاسبة بالنسبة لتخريجي الإدارة وكذلك التخصص التي تقنية المعلومات الخريجي الحوسبة وتخريج التي تخصص مجموعة من التي تخصص المعلومات الصحية بالنسبة لخريجي العلوم الصحية هذا بالنسبة لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير عندنا تخصصين سيكونون من ضمن هذه الدفعة التي تخصص أمن المعلومات في كلية الحوسبة والمعلوماتية وكذلك تخصص إدارة الأعمال التنفيذي الـ MBA ويكون كذلك من المناطق المختلفة جميل آخر سؤال دكتور ونحن نيش نشوة إقرار التحول الوطني 20-30 كيف تستشرف المستقبل فيما يخص قطاع التعليم باختصار إلا سمح 20-30 كرؤية للمملكة كان فيها تأكيد وتركيز على جوانب مختلفة منها الجوانب التعليمية الجوانب الاقتصادية الجوانب التنموية التعليم سيكون بمشيئة الرحمن دور بارز في هذا الموضوع وزارة التعليم ممثلة في معالي الوزير الأستاذ دكتور أحمد العيسى أول ما صدرت الموافقة على هذه الرؤية بدأ في الخطوات التنفيذية والإجرائية لغرض اللمسات التنفيذية أو الخطة التشغيلية لتنفيذ هذه الرؤية وبمشيئة الله سنكون جميعا عونا لهذا الموضوع وسنبدل قصارى الجهد في تحقيق رؤية المملكة ورؤية قيادتنا الرشيدة في هذا الموضوع إن شاء الله أكيد مثلا استثمار طاقات الشباب وتحويلها إلى قوة كبيرة تخدم المملكة والوطن وأيضا تحاقق الازدهار في كل القطاعات كل شكر لتواجدك معنا في هذا الصباح ولمشاركتك لنا الاحتفال بالخريجين ضيفنا في الاستوديو البروفيسور عبدالله عمر النجار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بالجامعة السعودية الكترونية شرفتنا اليوم شكرا جزيلا شكرا لك أعتك العافية شكرا لك